فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على العبده ورسوله فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم نعم هذا بيان لما سبق وتتمه للجواب في أن العرب كانوا في الجاهلية مستضعفين مستذلين لأنهم لم يكن عندهم ما يبعث ما في نفوسهم وما في طبائعهم وما في أخلاقهم لم يكن عندهم ما يبعث ذلك بل كانوا عندهم أهلية ولكن ليس عندهم حافز وليس عندهم موجه نعم فلما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره جابها منهم المشاق في نقلهم من حالتهم الوثنية إلى عبادة الله ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم ونقلهم مما كانوا عليه من العوائد السيئة إلى الأخلاق الكريمة لا شك أنه صلى الله عليه وسلم واجه في مقابل ذلك العنة والتعب ولكنه صبر حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أتباعا وأنصارا خذ مثلا قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا متى؟ هذا ما حصل إلا بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر مثلهم يعني صفتهم في التوراة صفتهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة يعني هذه صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع مثل الزرع أول ما يخرج قصبة واحدة ثم هذه القصبة تخرج فراخا من حولها ضعيفة ثم تشتد هذه الفراخ وتآزر الأصل وتقويه ثم بعد ذلك يتكون السنابل والثمرة هكذا هذه الأمة نشأت شيئا فشيئا حتى تم أمرها وأينعت ثمارها فهذا هو مثل العرب كانوا في الأول كالبذرة في التراب ثم لما سقيت بماء الوحي ونور العلم لما سقيت نبتت وتكون منها فراخها وازدادت حتى قويت واستدت عوادها ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله قال رحم الله بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله هذه صفة العرب أنهم كانوا في الجاهلية كالأرض المعطلة لأنهم لم يبعث فيهم رسول قال فصار السابقون الأول من المهاجرين أن صار أفضل خلق الله بعد الأنبياء لأنهم كانوا كالأرض المعطلة التي لا تصلح فغلب على نباتها أشجار لا فائدة فيها كالعوسج والشوك وأيضا تؤوي الحيوانات الرديئة كالخنازير والقردة وغير ذلك هذه صفة العرب في الجاهلية كانوا أرضا معطلة وكانت تنبت شجرا لا خير فيه وتؤوي حيوانات لا خير فيها فلما جاء الله بهذا النور وهذا الهدى فأزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها بماء الوحي أنبتت هؤلاء الرجال الأفذاذ الأقوية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هكذا كان العرب ففضل العرب تكامل ونمى وأثمر بالإسلام ولو بقوا على جاهليتهم لا بقوا في خمولهم وفي نومهم وسباتهم فلا عز للعرب إلا بالإسلام مجرد العروبة لا يكفي العروبة ما نفعتها للجاهلية فمجرد العروبة بدون الإسلام لا تكفي إنما إذا اجتمع الأمران العروبة الأصلية هو الإسلام الصحيح حينئذ كما حصل للصحابة رضي الله عنهم حينئذ حصل الخير الكثير للبشرية فهذا مثل العرب مثلهم مثل العرض الطيبة الصالحة للإنبات لكن لم يتولها أحد برعاية والتطهير والحماية والسقي إلا لما جاء لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكون منهم أمة كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما إذا ضيع العرب الإسلام عادوا إلى جاهليتهم كما قال عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله حسن الله إليكم قال فإذا طحرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله فصار السابقون الأولون من المهاجر والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري عمران بن حسين رضي الله عنه لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الشاهد من هذا أن خير القرون هم من العرب في الغالب أن خير القرون في الغالب من العرب أو هم أصل أو هم الأصل في ذلك وغيرهم تابع تهم وتلاميذ لهم قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء من العرب المهاجرون من أهل مكة والأنصار من أهل المدينة المهاجرون في الغالب من قريش والأنصار من الأوس والخزرج من القبيلة القحطانية وأولئك من القبيلة العذنانية فهم من صميم العرب المواسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم من صميم العرب ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان هذا يدخل فيه العجم يدخل فيه التابعون من العرب والتابعون من العجم